الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلا لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به علي خلقه وأشهد أن نبيه المصطفى ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله خاتم رسل الله وأنبيائه المنزل عليه القرآن المؤيد بالوحي والمعجزات والآيات الباهرات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام حديثنا إليكم في هذا اللقاء عن بعض من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام الخلقية لعل الله أن ينفعنا جميعاً بتعرفها وأن يوفقنا للاقتداء بها والاستنارة بهديها إنه ولي ذلك والقادر عليه أول ما نتناوله هنا خلق التواضع التواضع هو التنزل والخضوع في غير ذل وهو نقيض الكبر والخيلاء ويتصور في ترك طلب الترأس وكراهية التعظيم واجتناب التباهي بما لديه من الفضائل ونحو ذلك وهو صفة محمودة وفضيلة تكسب صاحبها رضا الله ورضا الخلق ولذلك نجدها ماثلة في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أنها من صفات عباد الرحمن حيث قال جل ذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ونهى الله عن الخيلاء والتكبر فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثناء عليها والأمر بها والتحبيب فيها وأنها من صفة أهل الجنة جاء فيما رواه الصحابي الجليل عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وروا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو عبدا إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه وقد كانت حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على هذا الخلق الكريم وكان مع أصحابه كأحدهم حتى إذا كان الغريب الذي جاء يريد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفه يسأل عنه والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس ويركب الداب ويردف عليها ويسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم ويجلس على الأرض ويضع طعامه عليها ويجيب دعوة المملوك روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت وروا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا محمد أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس عليكم بتقوى الله ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وسلم في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمته فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال في جنبه متكئ على وسادة من أدم حشوه أليف هذا رسول الله لم تمنعه مكانته وما آتاه الله من فضله من أن يكون متواضحا بعيدا عن الكبر والخيلاء وهو هو في منزلته عند أصحابه وبين الناس لم يزده تواضعه إلا رفعة وحبا بين الناس وقربا من الله ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم العفو والصفح والعفو والصفح هو الإعراض والتجاوز عن إساءة المسيء وترك مؤاخذته عليها وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغاية في التزام هذا الخلق مع مشقته على نفوس البشر لأن من عادة من اعتدي عليه أو أسيئ إليه أن ينتصر لنفسه وأن يرد الإساءة إذا كان قادرا على ذلك فإن لم يقتر فإنها تظل تحوك في نفسه وتشغل باله ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابتعثه الله لهداية الخلق ودعوتهم إلى دين الله وهذا يقتضي حرصه على استجابتهم والصبر والعفو عن إساءتهم طمعا في تقريبهم وحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حافلة بمراعاة هذا الخلق السامي مع الناس جميعا الأصدقاء والأعداء فأثمر ذلك ثمرات طيبة مباركة في قبول الناس لدعوته واستجابتهم للخير الذي يدعو إليه ولا يمكن لمن كان في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون كذلك وقد لقي من عنة قومه عندما بدأهم بالدعوة شيئا كثيرا تنهد له الجبال ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم صبر وصابر وصفح وعفى حتى ثاب الناس إلى دين الله ولم يخله ربه جل وعلا في مراحل دعوته كلها من تأديبه ومن تذكيره بكل خلط حسن وفعل جميل يعينه على تبليغ رسالته وأنزل عليه في كتابه الكريم وهو في مكة يلقى ما يلقى من الأذى والصد والفتنة آيات تدعوه إلى هذا الخلق وتأمره به قال تعالى فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وقال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون والصفح الجميل هو الذي لا يكون معه غضب أو إساء وعندما هاجر إلى المدينة قابله اليهود بصنوف عديدة من الأذى والخيانة فما زالت توجيهات القرآن تتوالى عليه تذكره بأهمية الثبات والعفو وعدم الاستجابة لهذه المكدرات قال تعالى مخاطبا نبيه في هذا الشأن ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فأفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعفو عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله ويصبر على الأذى وقد بيّن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما خلق النبي في مقابلة الإساءة بقوله لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح وقد ورد سابقا مثل ذلك فيما قالته وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية يعني خشل فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال الأعرابي مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فضحك ثم أمر له بعطا والموقف المشهود منه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم فتح مكة عندما دخل إلى المسجد بعد أن نصره الله ومكن له التفت إلى كبراء قريش وقال ما تقولون وما تظنون قالوا نقول خيرا ونظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ولم تقتصر التربية الإلهية في شأن هذا الخلق على الرسول الكريم بل إنها شملت أيضا المؤمنين جميعا حيث جاءت آيات عديدة ترشدهم وتدعوهم إلى هذا الخلق النبيل منها قوله تعالى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ومنها قوله وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُوا لِلْتَقْوَى وقوله تعالى في وصف عباده الصالحين الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية الكرم والكرم هو البذل والإعطاء عن طيب نفس وهو من الأمور المحببة عند الله وعند الناس ويتفاضل فيه الخلق فكلما زاد فيه صاحبه ارتقى في مراتبه والكريم اسم من أسماء الله الحسنى وهو جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين لا يحد عطاؤه ولا تنتهي آلاؤه ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان مضرب المثل في هذا الخلق الكريم وهو صاحب المنزلة العالية الجود والبذل والعطاء جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة وروا أنس رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين ورجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين وعن عقبة بن الحارف رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته وخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس مقبلين من حنين علقت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون حتى اضطروه إلى سمره فخطفت رداءه يعني تعلق رداءه ببعض أشواك هذه الشجرة فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا وعن سهل السعدي رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببرد قالت قال أتدرون ما البرد قال القوم هو الشملة قال سهل شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت المرأة أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه وقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال الرجل رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أكفن فيها والأخبار في جوده وكرمه وسخائه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وكلها تدل على أصالة هذا الخلق ورسوخه لدى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن يتطلب به منصبا دنيويا أو حاجة شخصية وإنما كان يقضي به حاجة أو يزيل به عداوة أو يؤلف به القلوب على الإسلام اللهم ارزقنا التأسي به والسير على نهجه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين